لمزيد من المتابعة حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان السيد سامر خير أحمد خبير الشؤون الأسيوية أهلا بك سيد سامر إذن الرئيسة أو وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن أعلن عن نشر قوة عسكرية في جزيرة أوكيناوا القوات الأمريكية موجودة بالفعل في هذه الجزيرة هل نفهم من هذا التصريح أنه يقصد به زيادة عدد القوات أو تعديل القوات الموجودة أصلا في الجزيرة؟ هو ما يجري حاليا في هذه المنطقة من العالم هو إعداد المسرح لحرب محتملة مع الصين فهناك ترتبات أمريكية تجري على قدم وساق مع دول التفاهمات الكواد التي منها اليابان وأستراليا بشكل أساسي من أجل التحضير لإحتمالية وقوع احتكاك عسكري مع الصين سواء محدود أو واسع بالاشتراك مع روسيا أيضا فاليابان تعمل جاهدة على زيادة قوتها العسكرية مؤخرا أولا بدأت ذلك برفع ميزانيتها العسكرية بمقدار 30% تقريبا للعام المقبل حيث ستبلغ في العام المقبل أكثر من 51 مليار دولار وهذه ميزانية عسكرية قياسية بالنسبة لليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية البسألة الثانية هي إجراء مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة بشكل أساسي وبمشاركة كل من كوريا الجنوبية وأستراليا شاهدنا في الشهور الأخيرة من العام الفائت ثلاث مناورات عسكرية كبرى أولا مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ثم مع أخيرها كانت مناورات عسكرية جوية مع الولايات المتحدة ثم اختتمت في ديسمبر كان هناك حديث عن التحضير لمناورات عسكرية واسعة مع أستراليا ستجري في الشهور المقبلة الولايات المتحدة طبعا تنوي زيادة حضورها العسكري في المنطقة نشرت سفن حربية على شواطئ أستراليا الآن تزيد حضورها العسكري في اليابان تزيد انتشارها العسكري في اليابان وهناك حديث في اليابان أيضا عن أن الغطاء النووي الأميركي لحماية اليابان غير كافي ويجب أن يكون هناك تدريب مشترك على الأسلحة النووية بين القوات اليابانية والقوات الأميركية هل هذا تهديد مباشر للصين؟ يعني نحن ممكن أن نفهم هذا السلوك الياباني على ثلاث مستويات في الحقيقة ليس واحدا المستوى الأول هو خشية اليابان من قيام الصين بغزو تايوان لأن ذلك سيهدد مباشرة مصالحها الاقتصادية في المنطقة هذا المستوى البسيط لكن على مستوى أعلى قليلا فاليابان تخشى بشكل كبير من تزايد قوة الصين وتزايد قوة كوريا الشمالية طبعا هناك حالة عداء تاريخي بين الصين واليابان وهناك جزر متنازع عليها بين الطرفين وهناك أيضا الصواريخ الباليستية الكوريا الشمالية التي جرى تجربتها على مدارة العام الفائت أكثر من سبعين صاروخ باليستي كانت بعضها أحيانا تصل إلى مناطق تخضع لنفوذ اليابان وهذا يشكل تهديد مباشر لمصالح اليابان الاقتصادية على المستوى الثالث الأكبر اليابان بالتأكيد تخشى من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب التنسيق العسكري المتزايد بين روسيا والصين ولذلك هي تهرع إلى زيادة التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة والولايات المتحدة أيضا تحتاج مثل هذا التنسيق مع اليابان من أجل أن تفرض حالة الكماشة على القوات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي طبعا بالتعاون مع حلفائها في تفاهمات كواد التي هي الهند وأستراليا واليابان فالولايات المتحدة ربما تكون تستثمر في مخاوف اليابان من أجل ردع الصين استراتيجيا لكن اليابان بالطبع لديها مخاوف مركبة تجاه ما يجري في منطقة شرق آسيا حاليا هل كان لفتا بالذكرى القوة النهوية من قبل وزير الدفاع الأمريكي في المؤتمر الصحفي أم أنه بالنسبة للصين على الأقل هذا يعد شيئا متوقعا في العلاقات العسكرية بين اليابان والولايات المتحدة هذا يأتي تلبية لمخاوف اليابان في الحقيقة في المقام الأول لأن الولايات المتحدة مهتمة جدا بأن تظهر أمام حلفائها في المنطقة باعتبارها الدرع الحامي لهم التي تحميهم من تزايد نفوذ الصين لأن تزايد نفوذ الصين بات يأخذ طابع عسكري في المنطقة بسبب تغيير عقيدة القوات الصينية وزيادة تركيز على التكنولوجيا بالنسبة للجيش الصيني هذا طبعا يشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للمنطقة لأن هذه المنطقة فيها نزاعات كبيرة بحرية على وجه الخصوص فهذا التصريح في المقام الأول يأتي تلبية لمخاوف اليابان اليابان هي أول من عبرت عن مخاوفها بأن تزايد القوة النووية لكوريا الشمالية تحديدا لأن التصرفات كوريا الشمالية غير قابلة للتوقع والسيطرة عليها حتى من أكبر حلفائها التي هي الصين فاليابان لديها مخاوف نووية وتعتبر أن مجرد وجود غطاء أمريكي بات غير كافي ويجب أن يكون هناك تدريب مشترك على الأسلحة النووية بالتعاون مع الجيش الياباني وربما تفكر اليابان بما هو أبعد من ذلك ربما تفكر مستقبلا بامتلاك أسلحة نووية قد يفهم البعض أو في الحقيقة الكثير يفهم الكثير عندما تقول الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية أن الصين هي أكبر تحدي استراتيجي لها في شرق آسيا لكن هل يقبل الأمر من اليابان عندما تتحدث بنفس النبرة عندما تتسق الرؤيتان فيما يتعلق بنظرتهما إلى الصين باعتبارها أنها أكبر التحديات في العالم حاليا بالنسبة لليابان وبنسبة للولايات المتحدة نعم هو بالنسبة لولايات المتحدة استراتيجية الأمن القومي تقوم على قاعدة أن الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر بالنسبة لولايات المتحدة في العالم كله تشكل بالنسبة لولايات المتحدة تهديد للنظام العالمي القائم أما بالنسبة لليابان هو الشعور بالتهديد تجاه الصين هو شعور دائم ليس طارق ليس جديد ولكن تنامي القوة الصينية وزيادة النفوذ الاقتصادي الصيني على مستوى العالم الذي باتت الصين تترجمه على شكل نفوذ سياسي باستعمال مبادرة الطريق والحزام هذا الذي يشكل خطر كبير ليس فقط بالنسبة لليابان وإنما للهند أيضا ولأستراليا ولكوريا الجنوبية ومؤخرا للفلبين بسبب تغيير الحالة السياسية في الفلبين يعني وصول رئيس جديد يأخذ موقف سلبي من الصين وهو طبعا فردناد ماركوس الإبن الذي باتت الولايات المتحدة الآن تقترب منه أكثر من أجل نشر قوات هناك وإيجاد موطئ قدم لها تريد الولايات المتحدة أن يكون هناك في هذه المنطقة من العالم نحو عشر قواعد عسكرية يمكن أن تستعملها في حالة وقوع احتكاك عسكري مع الصين هل يمكن أن نضع في سياق هذه العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة واليابان النظر الأبعد والأوسع لتوسع حلف النيتو أم لإنشاء نيتو جديد في هذه المنطقة؟ هو رئيس كوريا الشمالية استعمل هذا التعبير قال أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بإنشاء حلف شبيه بحلف النيتو في منطقة شرق آسيا وهذا يستدعي من الكوريا الشمالية والصين أن تكون حذرة وأن تقف بالمرصاد لتشكل مثل هذا الحلف في الحقيقة بما أن الولايات المتحدة تعتبر الصين هي الخصم الاستراتيجي الأول لها فمن الطبيعي أن تعمل جاهدة على تشكيل تحالف عسكري من الدول الحليفة لها وهذا ما حصل فعلا يعني عندما الولايات المتحدة أعادت إحياء تفاهمات كوايد اللي عمرها أكثر من 15 عام أعادت إحياءها ليس فقط على شكل تفاهمات اقتصادية وإنما أيضا على شكل تفاهمات عسكرية وتنسيق عسكري ومناورات عسكرية مشتركة فالولايات المتحدة حتى لو لم تصرح بذلك علنا فالخطوات العملية تقول أن الولايات المتحدة فعلا قامت بتشكيل حلف عسكري في هذه المنطقة من العالم الموضوعات العسكرية ربما حادثت على مساحة وساعة في تغطية هذه الزيارة رئيس الوزراء الياباني واجتماعات 2 زائد 2 بين وزير الدفاع والخارجية اليابانيين مع نظرائهما في الولايات المتحدة لكن هناك أيضا شقة هام وهو الشقة الاقتصادي بين الولايات المتحدة واليابان ما الذي تريده اليابان من الولايات المتحدة فيما يتعلق بنفوذ الصين الاقتصادي في هذه المنطقة في شرق أسيا بل في العالم ونحن نتحدث على المركز الثاني والثالث في اقتصادات العالم إلى جانب طبعا الولايات المتحدة التي تحوز مركزا أولا فيما يتعلق بالاقتصاد في العالم نحن نتحدث عن ثلاثة مراكز أولى أو ثلاثة أقوى اقتصادات في العالم ربما ينسحب عليها ما يحدث في شرق أوروبا هذه الأيام نعم هذه الزيارة تأتي في ختام زيارة لدول المجموعة السبع وبالتالي بالتأكيد هناك مسائل اقتصادية يجري طرحا لأنه رئيس وزراء اليابان يستهدف من هذه الجولة في أوروبا وأمريكا التحضير لاجتماعات القمة التي ستعقد في مايو في اليابان فطبعا اليابان بالنسبة للولايات المتحدة ليست مجرد حليف عسكر هي بالتأكيد طبعا بالأساس حليف استراتيجي من ناحية الاقتصادية لأنها جزء من المنظومة الرأسمالية في العالم فالتنسيق الاقتصادي بين اليابان والولايات المتحدة بالتأكيد تريد اليابان منه المساهمة أكثر في الحفاظ على الوضع القائم في الاقتصاد العالمي والدفع به بعيدا عن تدخلات الصين الاقتصادية لكن علينا الانتباه هنا أن الولايات المتحدة لا تمانع من أن تتفرغ الصين للقضايا الاقتصادية وللقضايا التجارية مع العالم الصين ليست خصما تجاريا للصين لو أن الصين ركزت على الجهد الاقتصادي فقط وهذا ما شاهدناه على مدار أربعين سنة منذ لجأة الصين لسياسة الإصلاح والانفتاح منذ عام 1978 كان هناك دائما شراكة بين الولايات المتحدة والصين والصين كانت عنصر أساسي في المنظمات الاقتصادية الدولية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة فمن الناحية الاقتصادية خطورة الصين بالنسبة لهذه الدول أقل من الخطورة العسكرية في حال أن الصين لم تستعمل نفوذها الاقتصادي لأغراض سياسية السيد سامر خير أحمد خبير الشؤون الأسوية شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا